عشان توصل لمستوى متميز في برنامج Autodesk Rift Structure 2014 لازم تعرف امكانيات الادوات اللي انت بتستخدمها سواء في البرنامج او الادوات اللي انا باستخدمها عشان اتعامل مع البرنامج زي الماوس و الكيبورد هنتكلم دلوقتي عن تفاصيل استخدام الماوس في برنامج Rift Structure الماوس دايما بيتكون من 3 زرائر اول حاجة Lift Click والRight Click والwheel اللي هي في النص او البقرة بتاعت الماوس بنستخدم دايما Lift Click في الماوس بحيث ان احنا نقدر نختار على العنصر اللي احنا عايزين نستخدمه نشاور عليه مثلا او ان احنا نختاره او ان احنا ناكتف اي اداء من الادوات اللي موجودة في البرنامج بمجرد الضغط عليها بعد كده الRight Click بنستخدمها على اي عنصر بالضغط عليه بيظهر لك Short Menu او قيمة مصغرة بتحتوي على مجموعة من الOptions اللي انا ممكن استخدمها الOptions دي بتبقى مرتبطة بالاداة اللي انا بضغط عليها Right Click يعني لو ضغطت مثلا على Floor غير لما اضغط في View غير لما اضغط على Canopy او على اي عنصر من العناصر المكونة عندي للموديل اللي انا بشتغل عليه بالنسبة للبقرة ودي اداء مهمة جدا في البرنامج ممكن استخدمها علشان اعمل Zoom In وZoom Out لما اعمل البقرة احرك البقرة لقدام هتعمل Zoom In لاحظ ان الكاميرا او Zoom In بيروح على مكان الموث ما هو موجود بمعنى لو انا عايز اعمل Zoom In على الجزء ده من المنشأ بحط الموث عليه واعمل البقرة لو عايز اعمل Zoom Out بلف البقرة الورا او ممكن في نفس الموديل على مكان تاني تحرك الموث عليه وهكذا طيب ممكن انا احرك الموديل في الباني اللي انا بشتغل عليها او في الفيو كلها من خلال ان انا اضغط على البقرة وافضل ضغط وحرك الموديل سواء يمين او شمال او فوق او تحت الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل وضع الورينتيشن او الوربتينج اللي هو احرك الموديل في الوضع اللي هو سلاسي الا بعيد بنضغط على Shift من الكيبورد ونضغط على البقرة بتاعت الماوس هتلاحظ ان المنشأ عندي بيتحرك في صورة فراغية بيظهر لك كل المكونات بتاعته سواء من تحته مثلا او من الاجناب او من فوق وهكذا تقدر انك تتحرك وتحرك المنشأ في اي مكان انت عايزه حوالين موقت انت بتبقى محددها من خلال اداة الوربت اللي احنا اتكلمنا عليها في الستيرينج ويلز طيب الماوس دلوقتي يليم مجموعة من الاوبشنز هنتتكلم عنها من خلال قايمة المين ابليكيشن مينيو ونروح على اوبشنز بعد كده يوزر انترفيس ونضغط على Customize اللي هي اوساط دابل كليك اوبشنز في هنا مجموعة من الاوبشن الخاصة بالدابل كليك بتنطبق على مجموعة من العناصر وليكن مثلا الفاميلي لو ضغطت دابل كليك على الفاميلي في عندي مجموعة من الاوبشنز اول حاجة دون اصينج وهو ان انا بمجرد ما ضغط على اي فاميلي بستخدمها دابل كليك مش هيحصل عندي اي حاجة في ال ادت فاميلي ان انا اول ما ضغط عليها هتفتح الفاميلي في الفاميلي ادتور واقدر ان انا اعمل عليها اي تعديلات وممكن اختار اللي هو ال ادت طيب بحيث انه يفتح لي ال ادت طيب بحيث ان انا اقدر اعدل الخصائص بتاعتها طيب ممكن ان انا مسلا عندي فيه الاناصر اللي هي بتترسم زي الفلورز وممكن ان انا اضغط دابل كليك هيفتح لي ادت طيب او ان انا اعدل العنصر او ادت المنت اللي انا اعدل العنصر نفسه كرسمة او هو اعدل الاناصر بتاعه بعد كده عندي الفيوز والسكيجولز اونشيتز فيه اختيارين الدون اصينج او الاكتيفيت فيو ممكن ان انا لما اضغط عليه دابل كليك ما اعملش اي حاجة لو اختارت الدون اصينج او ممكن يعمل اكتيفيتشن للفيو ويشغل الفيو الخاصة بالسكيجول اللي انا بشغله الموضوع نفس الكلام بالنسبة الاسمبلز او قيمة ودي الاسمبلز اللي انا بعمل بها مكونات مثلا الحوائط وبالنسبة للجروبز وبالنسبة للسلم ومكوناته نفس العناصر او نفس الاخترارات بتبقى متقاربة تماما دوناثنج اللي هو لو ضغطت على العنصر مرتين مش هيعمل اي حاجة edit type بيفتح type editor زي edit type اللي هو موجود فيه البروبرتز بالت واقدر اعدل فيه الخصائص الخاصة بالعنصر ده وممكن اعمل edit element اللي هو بيعدل العنصر نفسه في وضع ال sketch mode طيب عشان اجرب حاجة زي كده وليكن مثلا هنخلي الفاميلي تبقى على edit family بحيث انه اول ما ضغط على الفاميلي double click يفتح حالي فيه الفاميلي editor في نفس الوقت هنا في ال sketch element هخليها edit ماشي edit element نخليها edit type بحيث ان احنا يظهر للمجمع من ال options برضو قدامنا ونضغط على اوكي طيب هروح دلوقتي افتح هضغط على اي عنصر من اللودابو الفاميلي وليكن مثلا كاميرا زي دي هضغط دابت double click هتلاحظ ان الكاميرا اتفتحت عندي فيه الفاميلي editor اقدر ان انا اعمل عليها كل التعديلات اللي انا محتاجها وسايفها بحيث انها ترجع على المودل اللي انا اشغال عليه زي ما كانت هنقفل الفاميلي دي من غير اي تعديل عليها ممكن مثلا نروح على sketched element او عنصر بيتحط في المودل بتاعي بالرسم زي الفلور اضغط عليه click واحدة هيعمل selection للعنصر اللي انا بشتغل عليه double click يبقى فتح لي هنا type properties او الـ edit type اللي احنا اتكلمنا على الافضل ان احنا انا شخصيا بفضل ان انا استخدم الاعدادات الافتراضية فهرجحها تاني زي ما كانت نفتح الـ customizations نحاول الـ edit family ده هيبقى edit family نخليه زي ما هو وهنا هيبقى عندنا edit element اوكي اوكي اوكي